اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العضو المسؤول عن حسة البصر هو العين يقفز ليربوع المصر في مسارات متعرجة طبعا متعرجة علشان تمكنه من الهروب من الخطر بسرعة يقوم نقط بمعالجة المعلومات وتفسيرها المخ الحبل الشوكي عضو مهم فيه الجهاز العصبي لا يعتبر نقط من مصادر الضوء الطابعية القمر ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة اشارات اليد نوع من انواع الشفرات اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين تساعد نقط السحالة على التخفي بين الصخور الملونة الفراء الجلد الحراشيف الملونة طبعا مين الحراشيف الملونة اقدام حرباء النمر على شكل حرف V نوع من انواع التكيف التركيبي السلوكي التركيبي والسلوكي طبعا ده تكيف تركيبي الفم عضو من اعضاء جهاز التنفسي الهضمي الدوري الهضمي الرئياتين من مكونات الجهاز التنفسي الهضمي الدوري الجهاز التنفسي يمكن التمييز بين الملح والسقر عن طريق حاسة الشم السماء التزوق عن طريق حاسة التزوق يمتلك البوم وجها يشبه المربع المسلس الوعاء كل مما يالي من مكونات الجهاز العصبي ما عاد يعني فيه حاجة غلط المخ تبع الجهاز العصبي القلب تبع الجهاز الدوري بترى نختاره العصاب بتتبع الجهاز العصبي يستخدم النملة حاسة نقط للتواصل التزوق الشم السماء حاسة الشم اللي قينار الأشياء لا بد من توافر الضوء الصوت الحرارة طبعا الضوء تحدث عملية الرؤية نتيجة نقط الضوء انعكاس امتصاص تشتت نتيجة انعكاس الضوء ما المقصود بكل منه اول حاجة الشفرة هي اي نمط له معناه التكيف التركيبي تغير يحدث في تركيب احد اجزاء جسم الحيوان التكيف السلوكي تغير في سلوك مجموعة من الحيوانات الاجسام الشفافة هي الاجسام التي تسمح بمرور الضوء من خلالها طبعا عندنا مثلها زي الماء الناقي والزجاج الشفاف هنحل مع بعض الواجب اول سؤال اختر الاجابة الصحيحة مما بين القصين رقم واحد يمتلك نقطة فراء بني يساعده على التخفي في الصحراء اول حاجة عندنا سعلب الفنك ولا سعلب القطبي طبعا مين سعلب الفنك لو احنا فاكرين الفراء اللي هو البن ده بيساعده على التخفي في البيئة الرملية الصخرية وكمان الحماية من الشمس الحارقة النباتات التي تمتلك اوراق صغيرة واشواك تعيش في الصحراء ولا القطبين طبعا في الصحراء وهنا الوراق بيكون صغيرة علشان تبدأ تقلل فقد المية وكمان بيمنع لي طبعا وجود الاشواك بيمنع كمان اللي هي حيوانات اللي هي الرعي من اكلها تحدث عملية الامتصاص في المعدة اللامعة الدقيقة في اللامعة الدقيقة لانها بتحتوي على الخملات الحجاب الحاجز عضلها ما في الجهاز الهضمي والتنفسي في الجهاز التنفسي لو احنا فاكرين الحجاب الحاجز بيساعد في عملية الهواء الشهيك والزفير عملية الشهيك كان بيانقبض الحجاب الحاجز ويتحرك الى اسفل وبالتالي كان بيتسع القفص الصادري ويدخل الهواء اللي هو المحمل بغاز الاكسوجين اثناء عملية الشهيك اما عملية الزفير كان بيحصل العكس كان بيانبسط الحجاب الحاجز ويتحرك الى اعلى وبالتالي يانقبض القفص الصادري ويخرج الهواء من الرئاتين المحمل بغاز سنوسيد الكربون يدمر نقط الجهاز التنفسي ويصيبه بالأمراض تلوث الغذاء تلوث الهواء هو بيكلمني على مين على الجهاز التنفسي باختار الحاجة اللي فعل هواء يعني تلوث الهواء إنما طبعا تلوث الغذاء بيضمر الجهاز الهضمي العضل مسؤولا حسة السمع يطر العين ولا الأزنة وأنا بسمع بإيه؟ بعناي ولا بداني طبعا بالأزن يقوم جهاز نقط باستقبال المعلومات وترجماتها يطر الهضمي ولا العصبي الجهاز العصبي تتواصل حيثان الحدباء مع بعضها من خلال يطر الضوء ولا الأغاني طبعا عن طريق من؟ عن طريق الأغاني ولو احنا فاكرين كان عندنا في حاجتين في فصل الشتاء بيكون الأغاني من أجل التزاوج أما في فصل الصيف بيكون الأغاني من أجل التغذية على أصوات الحادة اللي هي الرفيعة يعني تكون نقطة الدرجة مرتفعة ولا منخفضة بيكون مرتفعة الدرجة زي صوت المرأة أو صوت العصفور تعد نقطة من مصادر الضوء الطبعية الشمس ولا الكمر طبعا الشمس أكمل العبارة التالية تساعد نقطة حيوانات القطبين على التخفي بين السلوج بتساعد اللي هي الفراء الأبيض الفراء الأبيض الكسيف يعيش كرش الصور في المياه المالحة والعزبة تساعد نقطة في تسبيت شغرة الكبوك في التربة الجزور الداعمة الجزور نجامل هنا كده الداعمة الجزور الداعمة اللي احنا فاكرين كان بتنمو الأعلى وتبدأ تتفرع على جوانب الشجرة علشان تصل الى الجزع بتاعها علشان تدعمها وتعملها عملت استقرار في الأرض من أعضاء الجهاز الهضمي عندنا طبعا زي المعدة طبعا ممكن أقول أكتر من حاجة المعدة مثلا كأحد الأمثلة ممكن أقوله طبعا الفم أو المريء أو المعدة أو العماء الضقيقة أو العماء الغليزة وكل ده صح من أعضاء الجهاز التنفسي عندنا زي الرئتين الرئتين طبعا عندنا مثلة تانية ممكن أقوله الأنف وممكن أقوله القصة بالهوائية الخياشين في السمكة تكيف طبعا عنده تركيبي 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 يعني موجود في جسم الكان الحي نفسه الحيونات التي يمكن أن تعيش في الماء وعلى اليابسة بتعيش في الاثنين معا تسمى إيه؟ بيسمها البر مائيات البر مائيات عندنا طبعا مثلة زي الضفضع أو الصلمندر يستخدم الدولفن نقطة لتحديد موقع فريسته صدى الصوت صدى الصوت لو احنا فاكرين صدى الصوت دا كان بيصدر اللي هو الدولفن صدى الصوت صوت يعني على شكل موجات بسمها موجات صوتية بتبدأ تتحرك موجات الصوتية ديت خلال المية تبدأ تصدق بعد كده بالفريسته وترجع مرة تانية من الفريسته إلى الدولفن يعني بيحصل لها عملية اللي هي ارتداد على شكل صدى بسميه صدى الصوت وبالتالي هنا الدولفن يقدر يحدد موقع الفريسته بتاعته رقم تسعة يقوم نقطة بمعالجة البيانات وتفسيرها المخ من أمثلة الأجسام المعتمة زي الجلد ممكن ندي أمثلة تانية زي كارتون أو المعادن أو الورق أو جسم الإنسان كل ديت أمثلة ايه؟ أمثلة صحة على الأجسام المعتمة طبعا أجسام معتمة يعني لا تسمح بنفاذ الضوء خلالها أجب على الأسئلة التالية أذكر مثال على التكيف التركيبي في الحيونات عندنا أمثلة زي الأوزن الطويلة الأوزن الطويلة في سعلة بالفنك لو احنا فاكرين الأوزن الطويلة في سعلة بالفنك كانت ديت مهمتها فقد الحرارة وتبريد الجسم ممكن ندينه مثال تاني اللي هو الفراء اللي هو البوني كان موجود بردك في سعلة بالفنك عشان يساعدوا على التخفي في البيئة الرملية الصخرية والحماية من الشمس الحركة أذكر مثال على التكيف التركيبي في النباتات عندنا اللي هي الأوراق بيكون صغيرة الأوراق بيكون صغيرة طبعا صغيرة في شجرة اللي هي الصند لتحتفظ بالمية وكان بينمو حوليها أشواك علشان تمنع حيونات الرعي من أكلها عندنا كمان أمثلة زي الجزور الجزور الداعمة دي كانت موجودة في شجرة الكابوك لتعمل على استقرار الشجرة في الطربة الطينية الراطبة أذكر مثال على التكيف السلوك في الحيوانات عندنا أمثلة زي اللواء اللحس اللحس مثل الكلاب للحفاظ على برودة الجسم أو أقول له مثلا مثال تاني العيش في الجحور للحفاظ على برودة جسم سعلة بالفنك نهارا أذكر مثال على التكيف السلوك في النباتات عندنا مثال زي مثلا شجرة اللي هي الصند كانت بتفرز السم السم ده بيجعل مزاقها سيئ وترسل رسائل تحذيرية عند محاولة أكلها في مثال تاني كمان زي شجرة اللي هي الكابوك بتنشر عبير أظهرها في الغابات اذكر مثال على الشفرة التي يمكن أن يستخدمها الإنسان عندنا أمثلة زي تعبيرات الوجه تعبيرات الوجه مثال تاني عندنا مثلا أضواء المنارات أو الأصوات والموسيقى أو الكتابة أو اللغة كل دي تمثل على الشفرات اللي بيستخدمها الإنسان أذكر فائدة الحجاب الحاجز في عملية التنفس طبعا بيساعد في عملية الشرهيك والزفير لو احنا فاكرين احنا قلنا الحجاب الحاجز بيساعد في عملية الشرهيك والزفير كان عندنا أول حاجة اللي هي عملية اللي هي الشرهيك قام بينقبض الحجاب الحاجز ويتحرك إلى أسفل وبالتالي يتسع القفص الصدري بيبدأ يدخل الهواء اللي هو محمل بغاز الاكسوجين إلى الرأتين أما عملية اللي هي الزفير بينبسط الحجاب الحاجز ويتحرك إلى أعلى فيضيق القفص الصدري ويخرج الهواء من الرأتين المحمل بغاز الاكسوجين القربون أما حاجة أقوله بيساعد في عملية الشرهيك والزفير خلي بنا حتى لو أنا ما شرحتش لازم أقوله يساعد في عملية الشرهيك والزفير دي أهم حاجة لو أنا فاكر الشرح أقوله مش فاكر وخلاص ووضح كيف يمكن الخفافيش تحديد موقع فريستها هي بتحدد موقع بتاعها إزاي هقوله عن طريق صدى الصوت عن طريق صدى الصوت لو أنا فاهم بقى والشاطر كده وحلو هقوله بإيه الإجابة بالتفصيل هقوله عن طريق صدى الصوت حيث يصدر الخفافيش أصوات على شكل موجات صوتية تصطدم بالفريسة فترتد الموجات الصوتية مرة أخرى من الفريسة إلى الخفافيش على شكل صدى يساعد ارتداد الصوت على تحديد موقع الفريسة ما المقصود بكل من التخفي نوع من التكيف يساعد بعض الحيوانات على الاختباء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إلى الفريسة زمن الاستجابة الوقت الذي يستغرقه الكائن الحي للاستجابة للمسيرات التي تصل من البيئة هنحل مع بعض التقييمات الأسبوعية هنبدأ بالاختبار الأول أجب عن الأسئلة التالية أكمل العبارة التالية يرتفع الحجابي الحاجز إثناء عملية إثناء عملية اللي هو الزفير وينخفض إثناء عملية الشهيق نحن لسه عالين إن الحجابي الحاجز إثناء عملية اللي هي الزفير بيبدأ ينبسط الحجابي الحاجز ويتحرك إلى أعلى تمام؟ فهنا بقول لي بيرتفع يعني يطلع لأعلى وبالتالي هنا في الحالة دي أنه بيبدأ يضيق اللي هو القفص الصدري ويخرج اللي هو المحمل بغاسة نوسيد كربون أما إثناء عملية اللي هو الشهيق قم ينقبط الحجابي الحاجز ويتحرك إلى أسفل يعني بيحصل لعملية مين انخفاض وبالتالي هنا بيتسع اللي هو القفص الصدري ويدخل اللي هو المحمل بغاز الأكسوجين إلى الرئتين اكتب المصطلح العلمي الوقت الذي يستغرقه الجسم لطلقي المعلومات من البيئة بسميه زمن الاستجابة زمن الاستجابة طبعا وبيتلقي المعلومات وبعد كده بيصدر الاستجابة المناسبة حدد السعوية العلمي لا يعتبر القمر مصدر من مصادر الضوء لأنه لا ينبعث منه ضوء ولكنه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه ماذا يحدث لو لم يفرز اللعاب إثناء عملية الهضم هنا أهمية اللعاب هيعكس الكلام بتاعي يعني أقوله الإجابة عدم ترطيب الطعام وعدم وعدم تفتيته وبالتالي يكون هناك صعوبة فيه بلع وهضم الطعام وضح الشبه بين الخفاش وعصى المكفوفين إيه الشبه بينهم هقوله هنا اللي هي عصى المكفوفين اللي هو العكاز اللي بيستخدمه الشخص المكفوف يصدر صوت اللي هو اندرجة عالية مثلما يفعل الخفافيش طبعا زي ما احنا عارفين الخفافيش بتصدر صوت بسميه صدقية صدق الصوت بيقدر من خلاله يقدر يدفاد العوايق وكمان يقدر يحدد مكان الفريسة بتاعته الاختبار الثاني اكمل العبارة التالية البلعوم من اعضاء الجهاز الهضمي والراتيم من اعضاء الجهاز التنفسي اكتب المصطلح العلمي حيوانات تنشط ليلا للبحث عن الطعام الحيوانات الليلية الحيوانات الليلية زي البوم كده او القفاش خفافيش حدد السبب العلمي يعتبر الزجاج من المواد الشفافة لانه يسمح بمرور الضوء من خلاله ماذا يحدث له لم تكون للامعاء الضقيقة لم تكون للامعاء الضقيقة ضن مكونات الجهاز الهضمي لو هي مش تبع الجهاز الهضمي ترى اللي يحصل اقول له الإجابة عدم وصول عصارات الكبد والبنكرياس الى الطعام وبالتالي لن يتم عملية الهضم الحاجة التانية عدم امتصاص العناصر الغذائية لعدم وجود الخملات احنا عرفين الخملات موجودة داخل العماء الضقيقة وضح وضح كيف كيف تتكيف البر مائيات مع البيئة اول حاجة رقم واحد تستطيع ان تعيش في الماء وعلى اليابس رقم اثنين تستخلص الاكسوجين من الهواء الجوي عن طريق الرئتين وتضرط غاز سانيكسيد الكربون رقم ثلاثة يغطي جسمها جلد يسمح بمرور الماء والغاز من خلاله ويمتص الجلد غاز الاكسوجين من الماء مباشرة هنحل الاختبار التالت اكمل العبارة التالية تستخلص الاسماك غاز نقط المزاب في الماء غاز الاكسوجين ويستخدم الانسان هذا الغاز بيكلمني على غاز الاكسوجين اثناء عملية مين يطل الزفير ولا الشهيق طبعا عملية الشهيق انما عملية الزفير بيطلع غاز سانيكسيد الكربون خلي بالنا اكتب المصطلح العلمي مركز التحكم الرئيسي في جسم الانسان المخ حدد السبب العلمي تصدر الخنافس ومضاط مضيئة الاجابة للتحذير بقدوم حيوان مفترس او لجذب الجنس الاخر من اجل التكاثر ماذا يحدث له لم يكون للانسان رئتين هنا هنعكس الاجابة بتاعت اهمية الرئتين فاقوله الاجابة لن يستطيع الانسان استنشاق غاز الاكسوجين اثناء عملية الشهيق ولن يستطيع التخلص من غاز ثاني اكسيد القربون خلال عملية الزفير وبالتالي لن تحدث عملية تبادل الغازات فيختنق الانسان ويموت اذكر الفكرة العلمية التي تقوم عليها عصى المكفوفين احنا عارفين ان العصى اللي هو العكاز اللي هو بيستهدم الشخص اللي هو المكفوف بيصدر صوتا له درجة عالية زي اللي هو بتعميم بالظبط زي الخفاش اللي احنا فاكرين لو انا اعوز اشرح الكلام ده بتفصيل هقوله يصدر العكاز صوت له درجة عالية الحاجة اللي بعد كده بيبدأ يصطدم الصوت بالشيء القريب من الشخص المكفوف وارتد اليه مرة اخرى على شكل صدى الصوت يستقبل العكاز الصوت اللي هو صدى الصوت ويحوله على هيئة اهتزازات يشور بها الشخص الكفيف باستخدام ايبهامه بعد كده الاتزازات ترشد الشخص المكفوف باتجاه العوائق ومدى قرب الاجسام المحيطة منه يارب يكون فهمنا ما تنسناش من صالح دعوكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة وبالتوفير الجامع يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة